الطن يضاعف الكيلوغرام ألف مرة والقنطار يضاعف الكيلوغرام مئة مرة إذن ماذا نسمي كل من الطن والقنطار إذن القنطار يضاعف الكيلوغرام مئة مرة يعني أننا سوف نضرب العدد تسعون في مئة فنجد تسعة آلاف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حصتنا البنائية ستكون مع درس من دروس المستوى الثالث قياس الكتل الكيلوغرام ومضاعفاته الأهداف أولا تعرف مضاعفات الكيلوغرام القنطار والطن والعلاقات بين وحدات قياس الكتل ومقارنتها ثانيا إجراء تحويلات وحسابات على وحدات قياس الكتل وتوظيفها لحل وضعية مسألة فلنبدأ على بركة الله مع تدكيل المتعلمين بالوحدة الأساسية لقياس الكتل وأجزاؤه الوحدة الأساسية لقياس الكتل هي الكيلوغرام أجزاؤه هي الهيكتو جرام الديكا جرام القرام الديسي جرام السانتي جرام والميليجرام العلاقة بين الكيلوغرام وأجزاؤه هي أن واحد كيلوغرام تساوي ألف جرام وأيضاً واحد كيلوغرام تساوي مئة drug تساوي أيضاً عشر هيكتو جرام إذا كانت هذه الوحدات هي أجزاء الكيلوغرام فهل الكيلوغرام مضعفت؟ هذا ما سوف نراه في هذا الدرس فلنبدأ على بركة الله ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نتطرق فيها إلى كل الأهداف التي ذكرناها سابقا وضع بشاحنة 30 كيسا من القمح كتلة الكيس الواحد واحد قنطار وتريد المرورة فوق قنطرة لا تتحمل أكثر من 5 طن أولا إذا كانت كتلة الشاحنة وهي فارغة 1950 كيلوغرام فهل تستطيع المرورة فوق القنطرة؟ ثانيا إذا كانت الشاحنة محملة بأكياس القمح فهل مسموح لها بالمرور فوق هذه القنطرة؟ إذن أمامنا وضعية مسألة بعد قراءة هذه الوضعية يتم استخراج المعطيات الأساسية أولا لدينا الشاحنة وضع بها 30 كيسا من القمح كتلة الكيس الواحد واحد قنطار تريد هذه الشاحنة المرور فوق قنطرة هذه القنطرة لا تتحمل أكثر من 5 طن إذن بعد استخراج المعطيات الأساسية نأتي إلى تمثيل الوضعية لتسهيل العبور فوق مجرى ماء مثلا أو سكة حديد يقومون ببناء قنطرة لتسهيل العبور للشاحنات والسيارات لكن هذه القنطرة لها شرط وهو ألا تتعدى حمولة أو كتلة الشاحنة أو العربة بصفة عامة 5 طن كما أن هناك نوع آخر من القناطر لا يسمح بالمرور فوقها للعربات التي تتعدى كتلتها 2 طن و 8 قنطار إذن نلاحظ أولا وجود وحدتين وهما القنطار والطن هل هتان الوحدتين الطن والقنطار أكبر من الكيلوغرام أم أصغر من الكيلوغرام؟ إذن نلاحظ أن الطن والقنطار هما وحدتين قياس كتل أكبر من الكيلوغرام إذن أين سوف يكون موقع الطن والقنطار على جدول التحويلات وما علاقتهما بالكيلوغرام؟ نبدأ بالسؤال الأول إذا كانت كتلة الشاحنة وهي فارغة 1950 كيلوغرام فهل تستطيع المرور فوق القنطرة؟ نحاول أن نأخذ هذا القياس ونضعه على الجدول إذن نضع رقم دائما رقم وحدات في خانة وحدات القياس المكتوبة لدينا إذن هنا صفر خمسة تسعة اثنان هذا ماذا يعني؟ يعني أن لكل رقم وحدات قياس نبدأ بهذه الخانة أو هذه الوحدة ونلاحظ علاقتها بالكيلوغرام إذن كم تساوي؟ إذن هذه الوحدة تساوي عشر كيلوغرام ونرمز لها بنقطة هذه الوحدة تساوي مئة كيلوغرام وتسمى بالقينطار وهذه الوحدة تساوي ألف كيلوغرام وتسمى بالطن إذن لدينا واحد طن يساوي ألف كيلوغرام يعني أن واحد طن يساوي ألف مرة واحد كيلوغرام وواحد قينطار يساوي مئة كيلوغرام يعني أن واحد قينطار يساوي مئة مرة واحد كيلوغرام إذن الطن يضاعف الكيلوغرام ألف مرة والقينطار يضاعف الكيلوغرام مئة مرة إذن ماذا نسمي كل من الطن والقنطر تسمى بمضاعفات الكيلوغرام إذن كي نعرف هل يمكن لشاحنة فارغة العبور أو المرور فوق القنطر التي لا تسمح بالمرور فوقها إلا للعربة أو الشاحنة التي لا تتعدى حمولتها أو كتلتها خمسة طن إذن سوف نقارن بين كتلة الشاحنة وهي فارغة ألفان وتسعمائة وخمسون كيلوغرام وخمسة طن في تتم هذه المقارنة يجب أن نحول إلى نفس الوحدة إذن سوف نحول الطن إلى الكيلوغرام وهنا لدينا طريقة إما أن نستعمل الحساب بما أن الطن هو يضاعف الكيلوغرام ألف مرة إذن سوف نضرب في ألف ويصبح لدينا هنا خمسة آلاف كيلوغرام هذه الطريقة الأولى أو نستعينه بجدول تحويلات إذن سوف نضع خمسة في خانة الطن ونتمن بالأصفر إلى حدود خانة الكيلوغرام ونجد كذلك خمسة آلاف كيلوغرام وبالتالي ألفان وتسعمائة وخمسون كيلوغرام أصغر من خمسة طن يعني الشاحنة وهي فارغة يمكنها المرور فوق هذه القنطرة سؤال الثاني إذا كانت شاحنة محملة بأكياس القنح فهل مسموح لها بالمرور فوق هذه القنطرة إذن سوف نقوم بحساب كتلة الشاحنة وهي محملة بأكياس القنح إذن لدينا الشاحنة وضع بها تلاتون كيسا من القنح إذن كتلة الكيس الواحد هي واحد قنطار إذن سوف نجمع كتلة الشاحنة وهي ألفان وتسعمائة وخمسون كيلوغرام زائد تلاتون كيس وكتلة الكيس واحد هي واحد قنطار إذن تساوي ألفان وتسعمائة وخمسون كيلوغرام زائد تلاتون قنطار نلاحظ أن هنا لدينا جمع بين كتلتين ليس لهما نفس وحدة القياس إذن في هذه الحالة سوف نقوم بتحويل إلى نفس الواحدة إذن سوف نحول تلاتون قنطار إلى الكيلوغرام كذلك إما أن نستعمل جدول تحويلات أو نستعمل الحساب إذن نعلم أن التحويل من القنطار إلى الكيلوغرام نضرب مباشرة في العدد مئة إذن تلاتون في مئة تساوي ثلاثة آلاف كيلوغرام أو نستعينه بجدول التحويلات فنضع رقم الوحدات الذي هو سفر في خانة القنطار ونكتب ثلاثة ثم نحول إلى الكيلوغرام بوضع الأصفر فنحصل على ثلاثة آلاف كيلوغرام وبالتالي ألفان وتسعمائة وخمسون كيلوغرام زائد ثلاثة آلاف كيلوغرام إذن سفر زائد سفر يساوي سفر سفر زائد خمسة يساوي خمسة تسعة زائد سفر تساوي تسعة إثنان زائد ثلاثة تساوي خمسة ونكتب الوحدة الكيلوغرام إذن نتيجة هي خمسة آلاف تسعمائة وخمسون كيلوغرام كي نعرف أن كتلة الشاحنة مع الحمولة يمكنها المرور فوق القنطار يجب أن نقارنها مع خمسة طن نلاحظ أنه ليس لدينا نفس وحدة القياس الكتل في هذه الحالة سوف نحول هذه الوحدة إلى الكيلوغرام وهي خمسة آلاف كيلوغرام إذن لدينا خمسة آلاف تسعمائة وخمسون كيلوغرام أكبر من خمسة آلاف كيلوغرام ونضع الرمز أكبر وبالتالي هل يمكن للشاحنة وهي محملة بأكياس القمح المرور فوق القنطار التي لا تتحمل أكثر من خمسة أطنان إذن الجواب هو لا ننتقل إلى تمرين تطبيقي وحول إلى الوحدة المطلوبة هنا إما أن نعتمد على جدول التحويلات والعلاقة بين الكيلوغرام ومضاعفاته لإيجاد نتيجة أو نعتمد على الحساب الذهني إما أن نحول ذهنيا عن طريق جدول التحويلات أو نقوم بالحساب الذهني باستعمال الضرب إذا لدينا هنا سبعة طن نريد أن نحولها إلى الكيلوغرام إذا العلاقة بين الطن والكيلوغرام هي أن واحد طن تساوي ألف جرام أو أن الطن يضاعف الكيلوغرام ألف مرة يعني أن سبعة طن سوف نقوم بضربها في ألف كي نجد النتيجة وهي سبعة آلاف كيلوغرام هنا لدينا تسعون قنطار نريد أن نحولها إلى الكيلوغرام إذن القنطار يضاعف الكيلوغرام مئة مرة يعني أننا سوف نضرب العدد تسعون في مئة فنجد تسعة آلاف هنا لدينا تمانية طن وأربعة قنطار كذلك سوف نستعمل العلاقة إذن نحول تمانية طن إلى الكيلوغرام بضرب العدد تمانية في ألف فيصبح لدينا هنا تمانية آلاف كيلوغرام وأربعة قنطار هنا سوف نضرب أربعة في العدد مئة فيصبح لدينا هنا أربعمائة كيلوغرام وبالتالي تمانية آلاف زائد أربعمائة تساوي تمانية آلاف وأربعمائة كيلوغرام وبذلك نأتي إلى نهاية حصتنا البنائية نلقاكم على خير في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته